لذلك نفذت الشرطة العسكرية للقوات المشتركة في الساحل الغربي حملة أمنية واسعة لمداهمة أسواق بيع السلاح وملاحقة تجار الأسلحة والمهربات مصدر عسكري أفاد أن الشرطة العسكرية داهمت أسواق بيع السلاح والذخائر في مديرية الخوخة ومنطقة الجاح والمجيلس ومديرية الدراهمي وتفتيش المحلات والمزارع المشبوهة وأضاف أن الحملة انطلقت من الخوخة وانتهت في الدراهمي والمجيلس وما جاورها من أسواق بيع السلاح مؤكدا على إتمام العملية على أكمل وجه وضبط عدد من بائعي السلاح والذخائر والمهربين